مرحبا احسن والمقدرة تكون لقلنا او حتى اذا نحنا بعلاقة منا زابطة نرجع نصححها نصحح بحالنا نحكي لنكون عم نودل العلاقة لمحل احسن واحسن فاليوم رح كون عم باطي هيك نصايح ورى بعضون شو مفروض نعمل نحنا او شو لازم نختار نكون عم نعمل لنجذب عن جد الشخص اللي مناسب لقلنا اهم شي نكون نحنا جاهزين لعلاقة مش عم نقول بدي علاقة ونحنا من جو خايفين او ملبكين او القنين وبعدنا عم نفكر برواسي بالعلاقة التانية اللي ما حليناها العلاقة القديمة لازم تنحل لازم تنحل بالحكة بالحوار بالمواجهة بالمسامحة لانه مثل كأنه نحنا كذا فولدر فتحينهم ما فينا نكون عم بدنا شي جديد ونحنا مفتحين كلهم هيك يعني حاطين كل شي في كتب فتحينا قدامنا وبدنا نرجع نبلش كتاب جديد رح نضيع بدنا نخلص بدنا نسكر هيدا الفصل من حياتنا نسكر هيدا الفولدر نسكر هيدا الشابتر نتصالح معه مية بالمية لنقدر ننقل او نفتح مجال جواتنا لنجذب العلاقة الأنسب لقلنا كل العلاقة طالعين مننا حتى لو قلع عشر سنين خالصة وبعد فيها اوجاع وبعد فيها جروحات او بعد فيه شي هيك حاسين انه واقف على قلبكم كنتم بتفضلوا تحكوا فيه ومحكيتوا فيه او بتختاروا تواجهوا اذا في مجال للمواجهة او فيكن تعملوا رسالة يعني تكتبوا مثل virtual letter منسميه او رسالة افتراضية تكتبوا كل شي بحاجة تقولوا له هيدا الشخص تتخيلوا قدامكم تقولوا له كل هيدا الاشياء طلعوا الغضب اذا فيه غضب تطلعوا الحزن تطلعوا كل المشاعر اللي هيك مكدسة جوا تكون وترجعوا شوي شوي تتنفسوا تعملوا جلسات تنفس تأمل ترتاحوا انتوا من جوا تعملوا اوبون اوبونو لحد ما تحسوا انه بلش يصير فيه سلام داخلي تجاه هيدا العلاقة ورح تعرفوا انه صار فيه سلام داخلي وقتا بس تفكروا بهيدا الشخص او حدا يحكي عنه او عنه او يضطر قدامكم الموضوع او شي ذكرى معينة كان عندكنيها سواء محل كنتوا تقعدوا فيه ريحة معينة صورة معينة اذا بعدكن عم تتدايقوا من جوا وتعصبوا وتستفزوا يعني فيه بعد ما صارت المسامحة بعد ما انطويت هيدا الصفحة اذا قطعتوا فيها بسلاسة وهيكي بتسمتوا او يمكن حتى انتبهتوا او ما فيش يتحرك جواتكن معناتها صارت المصالحة بينكن وبين حالكن قطعتوا الانرجاتيك كوردز ما نسميهم بينكن وبين الشخص ومضيتوا هيكي قدما بحياتكن فهيدا شغلة كتير مهمة كتير مهم نعرف انه اهم علاقة من البنية بحياتنا هي العلاقة اللي بتكون مع حالنا بالدرجة الاولى يمكن اوقات منحلم بفارس الاحلام او بفارسة الاحلام رح يغيرولنا حياتنا هن رح يجيبولنا السعادة هن رح ما بعرف وان نعيش معن اذا كل الوقت عم نتكل على الاخر ان كان رجل او امرأة هن يصلحولنا حياتنا هن يكونوا المخلص ما رح نلاقي هيدا الشي وحتى لو الانا رح تكون العلاقة مننا صحيحة ومننا سليمة لانه نحن ما عم نلاقي بعض لنتعرف على بعض ونكبر مع بعض وننمسه ونحن عم نلاقي بعض لهو يعطيني السعادة وبركي انا كون عم بسمع له او انا اعطي السعادة هو يكون ما بعرف شو عم بعبيلي فراغ تاني داخلي انا كتير مهم انه نعرف ليه نحن بدنا علاقة وعلى ايه اساس نحن عم نحلم او عم نطلب انه نكون بعلاقة لازم نحن نحب حالنا نكون بعلاقة جيدة مع حالنا ونحب شكلنا ونحب وجنا ونحب جسمنا ونقدر حالنا ونقدر مين نحنا ونهتم بحالنا وبيصحتنا وبيجسمنا وبيشكلنا الخارجي بقصص موجودة داخلنا مش كرمال يجي حدا يحبنا كرمالنا نحنا بس نصير عم نعمل هيدا الشي بشكل يومي ونكون conscious يعني نكون واعيين تلقائيا رح نجذب لعنا مين هيكون مراية لقلنا الشخص لي رح يطلع كل هالاشيالحلوة اللي فينا او اللي شغلين عليها او اللي عم نشتغل عليها مش من مصلحة لانه هو كمان هيكون شاغل او عم بيشتغل على حاله رح يكون عم بيشوف هال الريفلكشن او هيدا الانعكاس رح نشوفه بوجه بعضنا بس اذا بس عم نعمل هيدا الشي نكون بعلاقة وبس نصير بالعلاقة ويمشي الحال نبلش نهمه هول القصص بحالنا من كون نحنا كنا عم نكذب على حالنا يعني بس عم نزبط مثلا شكلنا او جسمنا لنتعرف على شخص ينجذب لقلنا وبس نتأكد من الموضوع وخلص يمشي الحال ونبلش نهمه لحالنا مش معناتها لانه الشكل منه مهم والداخل هو الاهم لا لانه كل هيدا الشي اللي نحنا عم نعمله الشكل الخارجي كمانا كتير مهم والشكل الداخلي اتنينتهم باهمية بعضون بس بدي يكون فيه مصدقية والنية اللي نحنا عم نحطها اذا نيتنا فيها كذب او فيها خداع رح نكون عم نلقى حسب النية اللي نحنا حطينا فهيدا شغلة كتير مهمة نكون موجودين نكون present available لنفسنا ما فيه يكون نحنا بدنا شخص يكون available او متوفر لقلنا اذا نحنا ما منسمع لحالنا ونسمع لجسمنا ما منع توقت لحالنا ما منع توقت لصحتنا للرياضة نقعد ناكل عروا اذا كل وقت مستعجلين ومتخدين بالحياة رح يكون تلقائيا عم نجزو بالشخص لعنا منه هو متوفر يعني اذا نحنا وعم نحب حالنا هو ما رح رح يحبنا اول فترة رح يتعلق بعدين رح تتخربط الاشياء كيف منحكي مثل ما قلت بالحلقة السابقة كيف منحكي عن العلاقات كيف منحكي عن الرجال كيف منحكي عن النساء وفي كتير يعني درجة هالخبرية بكل الاعداد بين الرجال والنساء انه يا بيصخروا من النساء يا اذا كانوا نساء بيصخروا من الرجال انه كل الرجال كذبين الزواج كذبة الزواج بيقتل الحب هول المعتقدات المحدودة والخاطئة اللي فينا حتى الطريقة اذا صار في خيانة داخل العيلة او حدم من عيلتنا ما توفق بيزواجه كيف بيحكوا عن الطلاق كيف بيحكوا عن الانفصال كيف بيحكوا عن الرجل او عن المرأة كل هولي بيأسروا بيركبوا براسنا بعقلنا الباطني كمعطأ اضخاط وبيصير العقل الباطني مصدقون خاططا اذا بكترة وعلى كبر منلاقي ان احنا عم نجزب لعنا الرياليتي او الواقع اللي بيشبه نحنا شو مصدقين بالعقل الباطني فكل هولي بدنا نشتغل عليهم واذا انتبهنا وابلشنا للدارك انه او مظبوط بي كان يقول هاك اما كانت تقول هاك عمتة كانت تقول هاك بالمدرسة كان يقولوا هاك الاصحاب اللي بظهر معهم بيقولوا هاك كل الوقت على التيفي بالمسلسلات بالاغاني اللي بنسمعها كل الوقت بيحكوا عن الحب بطريقة فيه جرح وعذاب ووجع وخيانة فكل هولي العقل الباطني قاعد عم بيسجل كل الوقت عفكرة نحنا هلا عم نحكي والعقل الباطني عم بيسجل عم بيجمع عم بيجمع عم بيجمع وبالاخير منلاقي منجزب لقلنا نفس الشي شو هو صدق فكل هولي بدنا نعطيهم عن جد انتباه ونبلش نغير كلماتنا وعباراتنا واذا سمعناه هون نعطي رأينا او نوقفهم او نقول cancel clear او ما نتاخد فيهم ونصدقهم يعني حتى لو العقل الباطني مصدقهم من زمان كتير نبلش نختار انه اللي صدقتوا ما بقى بدي صدقه بدي بلش فكفكوا شوي شوي وحط محله حقيقة تانية او واقع تانية لهو انه الحب بينجح الحياة الزوجية فيها تكون كتير ناشحة الحياة الزوجية حلوة الرجال صادقين السيدات وفيات يعني كل اي كل معطأ ده نحط مقبيره المعطأ ده الصح من فترة كان في مسلسل عم بيقطع بشهر رمضان وكانت الغنية تبع الجاناليك او الشارع اللي بيقولولها بالعربة كل الوقت عم بتعيد فكرة انه يعني اذا بدنا نطلع على المساج سيبليمينال او الرسالة الباطنية تبعوه للغنية كل الوقت عم بتشجع على الخيانة او عم بتقول انه بالعلاقة لا تنجح لازم يكون في خيانة هؤل التفاصيل عم بتفوت عم بتتسجل جوا او منصير عم نغنية او عم نرندحها نحن وبالا ما ننتبه فهول القصص كتير بدنا ننتبه لون بموضوع العلاقات بدنا كمان نجذب اللي عنا علاقة ناجحة وعن جد هيك سوية وصحية بدنا نشوف كيف علاقتنا مع امنا وكيف علاقتنا مع والدنا مع والدنا ومع والدتنا اذا كان فيه مشاكل بالطفولة يعني والدنا كيف كان يعمل والدتنا عم نكبر يمكن اذا مش الام والبي الكارجيفر اللي كان عم بيهتم فينا لانه فيكون قوقات البي متوفق او الام او بيصير اي حادثة شو كنا عم نشوف منهم شو كنا عم نسمع كيف كانوا عم بيعاملونا كانوا موجودين بحياتنا كانوا عم بيحبونا بطريقة مشروطة او غير مشروطة كانوا عم بيشجعونا كانوا داعمين لقلنا كنا عم نشوفهم عم بيحبوا بعضهم كنا عم نشوفهم عم بيغنجوا بعض كنا عم نشوفهم عم بيعاملوا بعض بلطف بيحكموا بعض بمحبة باحترام بسقة فيه كان خيانة ما كان فيه خيانة كلهو اللي بيأسروا بعقل الولاد وكمان بيسجلهم براسه بالعقل الباطني على قبر بيصير عم بيرجع يعيد الكابل تبع امه وبيه وفي كتير اشخاص بيقولوا ما بدي عيد امه وبيه بيلاقوا حالهم جذبوا لعندهم حدن مثل امه او مثل بيون وعم بيرجعوا يقطعوا بنفس هيدا العلاقة لحد ما يقرروا يكستروا هيدا السايكل ويبلشوا يشوفوا شو تعرضوا او شو شافوا بحياتهم هيدا شغلة كتير مهمة البنة كيف علاقتها مع بي بي قد كان موجود بحياتها قد كان داعم قد كان مشجع لقيلة قد كان هو السند يعني هو المرجعية هو الظهر طبعولا لتكون هي عطول عندها سئة بحالة عندها سيلف استيم قوي وعم ترجع تنبش على الشخص او عرجل عنده هيدا السيمات اللي هي اخدتها من بيا القصص الحلو الموجودة عند بيا وهو قد داعمها وعطاها سئة بحالة الشاب نفس الشي او الصبي او الولد كيف بيشوف والده وعم بيعمل والدته الصبي بيميل انه يقلد البي البنت بتميل انه ترجع تجذب لعنده شخص بيشبه البي ان كان بالشي المنيح او بالشي الماشي منيح فهاي شغلة اساسية مهم نتطلع عليها وناخد وقتنا نعمل هيلينج لها الموضوع لانه ما بيصير بسرعة اهم شغلة كمانا ما ننبش على علاقة ونقول نحنا بدنا علاقة لانه زهقانين او لانه حاسين بالوحدة ما حدا بيحب يكون لحاله اكيد كل حدا بيحب يطمح يكون بعلاقة فيها رومانسية وفيها حب وفيها اهتمام وكل الاشياء الحلوة بس اذا بس عم ننبش لانه out of neediness لانه بحاجة مش لانه عن جد جهزين وشغلين على حالنا وعارفين عن شو عم ننبش مرح كمانا يمشي الحال يعني عم ننبش عشي هيك بس entertainment لقلنا بس نحنا بعدنا مش جهزين او بعد ما عنا النطش الكافي انه نمشي بهيد العلاقة ما نعمل اختيارنا او مش باختيارنا ندغر نفز على او نكفز على علاقة تاني لانه ما بدنا نتوجه ما بدنا نحس بالفراغ لانه اكيد بس نظهر من علاقة او بس تنتهي اي علاقة كانت خطبة او زواج او تعارف فيه فراغ بدنا نحسه فيه وجع فيه قلم نفسي فيه قلم فيه وجع بالقلب فيه كتير اشي بتتغير فيه حياتنا كيف كانت كل يوم عم نظهر عم نتسل عم نشوف بعض اغلبية العالم بتخاف انه هلأ صرت لحالي وانا كنت منهم صار فيه فراغ شو يعني بدأ اقعد لحالي شو يعني بدأ انواجع يا منصير عم نسكته بطرق منا صحية يا منصير عم نروح ننبش تغري على علاقة بديلة لما نقعد مع حالنا وقتا نعمل هيدا الشي تلقائيا رح نكون عم نظلم حالنا نظلم الشخص التاني خاصة اذا كنا الشخص التاني بيرشبه الشخص الاولين اللي نحن عم نرجع نجذبه لعنا اوقات فيكون شخص بيكون حظنا حلو عن جد وهيك نيتنا صافية انه هيدا الشخص يكون ميسنجر لقلنا هو ينتبه هو ينصحنا يعني في كتير كابلز بيقولوا لبعضهم انه انت هلأ مانك جاهزة او انت مانك جاهز انت عم تعمل انت عم بتكرر انت عخايف تتصالح مع العلاقة التانية او بعدكم بتحبوه للشخص من العلاقة السابقة فهون بيكونوا عم بيساعدونا انه عن جد نوقف ونتطلع وبلش نعمل عملية الشفاء ما نفوت بعلاقة لنعود ايا نقص عدم وجود الاب عدم وجود الام هو اللي بيصيروا اكيد بطبيعة الحال بس كمانا نكون وعيين لون لانه اذا ما انتبهنا لون كمانا لبعدنا رح يتعبوا لشخصين ما نفوت بعلاقة لانه هلأ موضة انه كل اصحاب بعلاقة انا لا ما بدي يكون بعلاقة فبروح بتعرف على اي حدا وبساوي معلى كل شي انا مفكرة فيه او بآمن فيه بالعلاقة بس لكون انا كمانا في حدا عم بيغنجني وعم بيجيب لي وردة وعم بيعزمني على العشاء وعم نتسلى او العكس صحيح يعني كان الرجل في كتير حتى رجال بيتأثروا اوكي فيه ناس تعرف اصحابها على بعض وفيه كتير علاقات نشحت من ورا هيدا الموضوع بس ما تكون بس انه هيك لنتسلى او لما نكون نحن لحالنا يمكن نحن هلأ لحالنا بكل هيدا الجروب لانه نحن مختارين نكون لحالنا او لانه مش جاهزين او لانه بعد فيه اشي عم نشتغل عليها او لانه فيه ظروف معينة بحياتنا فولا مرة نحرج او نستحي او نخجل لانه نحن لحالنا نكون عن جد واضحين وحقيقيين وما نتاخد وما نخلي حدا يأثر علينا او يسلبنا قوتنا الداخلية ما نخاف انه نحن رح نخلص نحن ننهي حياتنا لحالنا في كتير ناس بتقول انه اذا ما تعرفت هلأ حدا اذا ما تجوزت هلأ بكرة بتنهي حياتك لحالك او بتنهي حياتك لحالك يعني بتكون بتخلص حياتك انتو مش بيقبل او مش بعلاقة او مش مع شريك مش مزبوط الا اذا نحن عن جد خايفين ونحن بدنا هيدا الشي يعني ننتبه شو منسمع لمن من عير دينتنا ما نعمل تنازلات ما نعمل مساومات بس نحن عن جد نحب حالنا ونكون اكيدين وواسئين تلقائيا الشخص رح يظهر قدامنا بكل الطرق الممكنة يعني اليونيفورس رح يتآمر متل ما بيقولوا بالانجليزة والكونسباير بكل ما عنده من قوة ليحط قدامنا الشخص المناسب لقلنا متل ما خبرتكم بالحلقة السابقة متل ما في كتير اشخاص اكيد مش بس انا في كتير اشخاص عملوا كتب وحكيوا عن هيدا الموضوع حتى بيخبروا كيف تعرفوا ع بعضهم بطريقة ولا مرة كانوا مفكرين او متخيلين او مخططين تكون بهيدا الطريقة فالشخص عطول موجود نحن ادي عنا جهوزية وشغلين على حالنا رح يظهر قدامنا اكيد عطول حيطوا حالكم باشخاص متل ما قلت كمان بالحلقة السابقة وبرجع بشدد عليها بيحكوا عن العلاقات بطريقة حلوة ما تحكوا حتى يعني بس يكون في كابلز عم بيحكوا عن البارتنر طبعولهم يعني عن شريكهم او عن شريكتهم بطريقة منها حلوة او بنوع من المزاح المزاح التقيل يعني اللي فيه اوقات يكون بولينج او تنمر ما تحيطوا حالكم بهول اشخاص بس وما تصدقوا لهيدو ما تمشوا بالمزاح وبالنقة اللي بتنعمل عن البارتنر لانه اصلا رح ترجع بطاقة منا حلوة رح تحكي عنا بعدين عم بحلقة تانية لانه منا حلوة اصلا من اي حدا نقاعد عم بيحكي على البارتنر طب قولتو اذا منا معا او منا معا بطريقة يعني عم بيحكوا من ورا ظهرون يعني ما بيحترموون يعني ما بيحبوون بس ليكونوا عم بيأسروا عليكم بموضوع العلاقات هيدا شغل كتير مهمات انتبهولا حتى بس نحكي على يعني بس يكونوا السيدات عم بيحكوا على ازواجهم او عم بينكتوا عليهم كل الوقت عم بيحكي بالطريقة الموسيقى او بالطريقة المزعجة او اللي عن جد فيها تكون تاكسك بتأثر كطاقة بتأثر عليهم بتأثر حتى على المدخول على البيت يعني مصدر المدخول اللي هو الزوج او اللي هو الرجل نحنا كل الوقت عم ننكت عليه او عم نصخر منه او عم نحكي عليه حكي من له حلو بغياب وهو مش موجود او نحنا على السوشال ميديا فيتين بجروبات السيدات وعم نحكي كل الوقت نكت على موضوع الرجال هيدا بتأثر على طاقة البيت طبعوه للسيد اللي عم تحكي على زوجها وبتأثر على المدخول المادة لانه مثل كأنه هي ما عندها جراتيتود ما عندها امتنان في عندها الزواج في عندها العيلة بس هي كل الوقت وقتها عم تحكي وتمتقدو عم بتكون عم تطعم بهالامتنان اللي مفروض يكون موجود بقلب العيلة فالأحسن انه تحكي معه مش معناته انه ما تنفسه ما تحكي ما تعبره عن شو انتو بتحسوا بالعلاقة بس ما تكونوا عم تستغيبوا زوجكن او زوجتكن وتحكوا عليهم يعني كطاقة رح ترجع ترتدل عليكن الأفضل يعني تعطوه مجال هو يحكي وين انتو عم بتضيق وهي دي صحية أكتر الشغلة نحنا كمان عنا ميل انه نكرر القبل طبع أهلنا مثل ما قالت من شوي كمان هاي دي الشغلة بس نبلش نحس انه في شي عم بيبين عند الشخص التاني هيك مثل رادفلاق او علامة او مؤشر انه في شي عم بيرجع يتكرر انا كان عندي بطفولتي عند امي او عند بي او بالقبل اللي انا كبرت فيه معناتها في شي نحنا بدنا نحله جواتنا يعني الشخص عم بيعطينا هيك مثل مؤشر انه في شي جواتكم مش محلول او في شي بطفولتكم بتكون تشتغلوا عليه وفيها تكون عند الاثنين عم بتصير بنفس الوقت او عند احد الشركين فهو القصص ننتبهلون نشتغل عليهم واذا حسينا انه الشخص التاني عم بيكون مئزة مثل ما حكينا بحلقات للعلاقات الغير صحية نشوف نحنا اي قرار بدنا ناخد خاصة اذا بيّنوا هولي المؤشرات بفترة التعارف او تفترة الخطوبة يعني ما نغد النظر عنهم لانه مبسوطين بالعلاقة وما بدنا نحكي فيونها لأن ننتبه يعني يكون كتير حريسين لشو عم بيصير قدامنا وشو عم ينعطانا مؤشرات لانه هولي بيأسروا كتير لبعدنا اهم شي ما نتزوج او ما نرتبط بشخص مش عن حب كتير مهم يكون عن حب من الطرفين من زمان كان يقولوا في كتير بعض اشخاص بيقولوا لهلأ انه بكرة بتحبيه او بكرة بتحبيها والحب بعدين بيجي بعد الزواج او الحب اصلا الحب مصخرة والحب كذبة والحب يروح بعد الزواج هو القصص ما تصدقون بليز الحب ضروري جدا الحب اذا كان عن جيد غير مشروط موجود عن الاثنين بطريقة كتير صحية وحقيقية هو رح يكون عطول عم بيخلي كل الاشياء تكون عم تنمى من احترام من ثقة من كرم من تقدير من تعزيز لدور كل حدم بقلب القبل ما فينا نقول انه لأ الحب ما بيعمل شي والحب هو كذبة كذبوه علينا كل حياتنا بالأفلام وبالأغاني وبكل شي سمعناه حولينا نحن عم نكبر فهاي شغلة أساسية وإذا عنا خوف انه نحنا نكرر القبل يعني في كتير ناس ما بترتبط يعني بتقول بدي علاقة وبتحب انها ترتبط بس كل الوقت عندها خوف انه ترجع تعيد القبل طبع أما وبي أو بيرتبطوا بس ما بيروحوا على المرحلة الجدية اللي هي الخطبة أو الزواج لأنه بيخافوا يرجع يصير بحياتهم أو يصير عندهم ولاد وعيدوا نفس الأخطاء اللي صارت مع أمهم ومع بيهم إذا ما اشتغلنا على الموضوع ممكن يتكرر بس إذا اشتغلنا عليه وكننا ويعيين لو حكينا فيه مش ضروري يكون عم بيتكرر بالعكس منكون عم ننضج أكتر من جوة وجهزين إنه نفوت بالعلاقة أو حتى فيه ناس بتنوجع من العلاقة اللي كانت فيها قبل بتقول ما بقى بدي يفوت بعلاقة بس هي عبارة تكون بعلاقة لأنه خايف ترجع تنوجع أو تنجرح أو تتعرض للخيانة يعني كمان فيه اشياء لازم يكونوا عم بيشتغلوا عليهم ما نعتمد على الشخص الآخر هو اللي يأمن لنا السعادة بدنا نكون نحنا حسين فيها بالأساس وبتجل السعادة اللي هتكمل بعضها يعني اللي عم بيضيف لنا إياه على حياتنا ونحنا عم نضيفه على حياته حيكون عم بيخلي السعادة تكبر أكتر وأكتر نقبل نحنا نغنش حالنا نكون كريمين مع حالنا مش نتكل إنه بدي رجل أو بدي امرأة كريمة بالمشاعر أو بدي رجل كريم كل يوم يشتري لي ما بعرف شو نحنا بدنا نكون بالأساس كريمين مع حالنا عاطفيا وماديا ونفسيا على كل المستويات نحنا عم نغنش حالنا نحنا عم نهتم بحالنا نحنا نعمل ديت مع حالنا يعني to be our own date نحنا ناخد حالنا مشوار ما نخاف إنه راح أحضر فيلم لحالي أو راح أعود بالكافي شاب لحالي أو راح أعرف أعمل أي شغلة مفروض يكون القبل بس بيعملوها مع بعضهم بس نحنا ندلل حالنا منكون عم نقول للشخص التاني وعم نعطي طاقة للشخص التاني إن كان موجود أو غير موجود إنه نحنا منعرف نهتم بحالنا ومنحب فبيصير الشخص التاني تلقائيا عم بيعززنا وعم بيكرمنا وعم بيهتم فينا وعم بينتبه شو نحنا منحب إن كان ظهور إن كان مجوهرات إن كان تياب إن كان كتوب إن كان السماديات معينة إن كنا منحب نجمع شي أي شي يعني بيلفته للشخص التاني رح يصير أكتر عم ينتبه لهو التفاصيل وعم بيقدمنا إياها أكتر وأكتر ونقبل إنه ناخد بالعلاقة مش نخاف إنه ناخد لأنه بركة إذا أخدنا رح يفكرنا إنه نحنا طمعين إذا فيه هيد النية عم تقطع بالراس معناتها فيه شي منه صادق إذا عم نقبلها ونكون عم نقدر إنه هو هتم فينا أو هي هتمت فينا وانتبهت لشو منحب أو انتبه لشو منحب هيدا بالعكس الشي كتير حلو وبينمي لبعدين إشياء كتير حلوة بين القبل كتير مهم عند المرأة تكون فامنين تكون عم تهتم بأنوثتها تكون عم تقبل تكون امرأة مش تكون بعلاقة وهي بدأت تكون كمان رجل هي عم تفرض حالة كل الوقت بطريقة يا خايفة لأنه في الماسكلين يعني طاقة الذكورة منا متوازنة عندها نتيجة الجروحات الطفولة فهي كل الوقت فايتها بالعلاقة وحتى درع والرجل هو جاي بطاقة الذكورة حيكونوا اتنين طاقتين ذكورة بوجه بعضهم مثل كأنه الواحد كل الوقت فايت بحرب ما بيمشي الحرب بدي يكون فيه ماي و بدي يكون فيه نار ما فيه يكونه نار بوجه بعضهم فهي شغلة كتير مهمة وعند الرجل كمان بدي يكون متصالح مع حاله أو مش لو مش متصالح مية من مية على القليلة نبلش يشتغل على حاله وعلى الاشياء لا يعرف بمين هو عم بيلتقه هيده شغلة كمان مهمة وحكينا عنا كتير بحلقات تانية السقة كتير ضرورية نعطي رأينا بالعلاقة نقبل انه نعطي رأينا مش نصير متكلين انه مطرح ما بدك من روح او اللي بدي كان احنا منعمله حلو الكابلز ياخدوا بقراء بعضهم بس ولا مرة حدا يفرض رأيه على التانية ولا حدا يمسح رأيه كلمة اللي يكون عم بيرضى التانية فهيده على المدى البعيد بترجع بتخلق مشاكل لأن بيصير معود الشخص انه هي ما بتعطي رأيه او هم ما بيعطي رأيه فما بيعد فيه توازن بالعلاقة نسمح للرجل يكون رجل بالعلاقة نعطي مساحة يكون عم بيعبر عن طاقة الذكورة بكل شي بشغله بحياته بمشاعره نعطيه مجال نسمع له نكون حضن قادر يسمعه من دون ما ينتقده اذا كان معود بحياته ينتقد كل الوقت مش نجي نحنا كمان نرجع نكسر فيه ونقل له نصائح مننا مننا بناءة نصائح مدمرة يعرف انه فيه يجي يحكي ويعبر ويكون حاله يحكي عن مشاعره مش اذا زعجه شي بالشغل بيجي بيقول ما فيه شي بس هو بقلبه من جوه عم بيتوجع او عم بيتدايق او عم بيقطع بأي مشكلة او تحدي بحياته بس يرتاح لانه فيه امرأة عم تسمع وعم تعطيه نصيحة والرجل عطول بيميل انه يروح ياخد النصيحة من عند الامرأة كانت امه ولا اخته ولا بعدين شريكته او زوجته هاي دي شغلة كتير اساسية انه نسمع له بلا ما ننتقده ونعطيه مجال يحكي للاخير مش هو عم بيحكي النقط عليه نقط شو نعطيه نحن فكرتنا او لنفرض رأينا او لنقل له لنبرهن انه شفت لو سمعت لنا كان صار اللي صار بس انت ما بدك تسمع لزوجتك او ما بدك تسمع لخطيبتك رحت عملت اللي براسك هولي ما بيساعده لعلاقة بالناء هاي دي شغلة كتير مهم ننتبه له نعمل لعلاقات القديمة هاي دي زكرتها شغلة مهمة نعمل نعمل مسامحة لنفسنا على اي خطأ ارتكبناه بعلاقة سابقة او بعلاقة حالية فينا عطول نرجع نحكي فينا عطول نرجع نتواصل فينا عطول نرجع نعتزير مش غلط انه نكون عم نعتزير مش غلط نكون عم نقول وان احنا اخطأنا اذا بدنا نجزب لعننا علاقة عن جد تكون ناشحة بدنا نكون عنا لإدراك انه نحنا نطلع على حالنا من جو ونعترف بأخطأنا مش عطول نكب الخطأ على الشخص التاني لانه هيدا بنفر الشخص التاني وبيصير تلقائيا عم بيهرب مننا وحتى إذا كنا هلأ بعلاقة وبدنا نطوره أكتر بدنا يكون فيه على طول هامش للتواصل نحكي بكل شي عم بيزعجنا بكل شي على كل الأصعي ده كل شي نحنا عم نقطع فيه كشي شخصي او داخل القبل في شي مخوفنا بالشغل او في شي مخوفنا عم بيصير داخل القبل حدا من عائلتنا عم بيقطع بمشكلة مشكلة على صعيد البلد نحكي بهول إشي لنكون عم نطور هيدا العلاقة عم بيحكي هون عن اللي قردي بيقلب علاقة واللي بده يطمح أنه يجذب لعنده الشخص ليكون بعلاقة ناجحة بده يكون عنده كمان او عنده القدرة على التواصل والمصارحة والحكي لأنه الحوار والتواصل عامل كتير ضروري وأساسي بكل علاقة نعمل vision board عملوا vision board اللي بدكن ياها فيكن تحلموا لأقصى الحدود تحطوا الإشي عن جد اللي بدكن ياها كيف عم تتخيلوا هالعلاقة كيف عم تتخيلوا بيتكن عائلتكن زواجكن كيف ووين عم تتزوجوا كل التفاصيل مثل ما قالت بالبداية وحتى بالحلقة السابقة كلهم لون البرداية لون البيت شكل البيت حياتكن كيف مع بعض كلهم هولا فيكن تحطون وإذا عم توسقوا فيهم رح عن جد يكونوا عم يتحققوا بالحياة كتير مهم كمان يكون عنا امتنان يكون عنا امتنان لحياتنا إذا كنا بعضنا مش بعلاقة نمتن لنحنا شو عنا نمتن لحياتنا لصحتنا لجسمنا لكل شي عنا اياه متوفر هلأ بحياتنا لنقدر نكون عم نجذب لعنا علاقة إذا كل الوقت مش عاجبنا شي ومش ممتنين لولا أي شي بالحياة وكل وقت عم نشبق وهيك عم ندفش بكل شي تلقائيا ما رح يجي الشخص لعنا إذا فاتحين مجال ومنقدر كل شي كل شي فينا عم بحياتنا يعني رح يفهم علينا الكون إنه هيدا الشخص أو هاي إنسان أو هيدا إنسان بيقدر بحياته بيستوعي بالإشياء بيعطيها الإيم الحقيقي للإشياء الموجودة بحياتنا رح يكون عم بيوفر لنا ناس يحبونا ويحترمونا إن كان حتى بالصدقات ولا بالعلاقة كعلاقة حب ما نحرق المراحل لحقنا وتعرفنا على شخص أو صارت الفرصة إنه نجذب لعنا الشخص اللي ممكن يكون فيه احتمال علاقة مش ضغير نبلش نحرق المراحل ضغير نبلش نحس حالنا عم ننغريم فيه أوقات بيصير فيه كامستري سريعة ويحسوا بحب من أول لحظة أو هيدا الغرام اللي كتير قوي بس كل ما نكون عم ناخد وقتنا عم ننتبه لكل التفاصيل عم نرائب عم نسمع عم نطلع مش ضغير هيك نكون سريعين من جوا ونصير عم نتورط عاطفيا وبعد فترة نحس إنه لا مش هو هيدا الشخص أو فيه غلط عم بيصير أو فيه شي مش مرتحين له كل ما نمشي بالمراحل شوي شوي حتى لو عم بيطلع عنا مشاعر نمشي فيها شوي شوي هيدا شي بيساعد إنه العلاقة تنمى وتنضج بطريقة حلوة الانتانشن طبعولتنا النية اللي عم نحطها وقتها عم نعمل vision board أو وقتها عم نتعرف على شخص تكون عن جد حقيقية يعني ما نحط mixed messages ما نقول إنه أنا جاهزة يكون بعلاقة بس بخاف يرجع يطلع لي حدا بيكذب هون منضيع اليونيفرس منضيع راسنا منضيع السبكونشس منضيع الدني كلها يعني أنا جاهزة بس خايفة معناتها لازم أشتغل على الخوف بعد مني جاهزة أو بعد مني جاهز أنا جاهزة أني كن بعلاقة وجاهز كن بعلاقة بس بخاف من الزواج بخاف من الارتباط بفضل إنه نعمل علاقة بس هيك لنتسلة هون كمان بعد في شي غلط سو إذا بدأ نحط نية بدأ تكون كتير واضحة أنا جاهز يعني فلي جاهز أكيد بيضال في إشي هنطورها ونشتغل عليها بس المقومات الأساسية اللي ذكرتها كلها بالحلقة بدأ تكون موجودة وإتسو كائزة وقات منا جاهزين مش غلط إتسو كائز صار عملنا 30 ومش جاهزين كل ما نكون عم نشتغل على حالنا وصادقين أحسن مما نكون عم نحرق مرحلة وعم نكذب على حالنا أنه نحنا جاهزين لأنه الزواج هو عم نعمل investment عم نعمل commitment هو استثمار مش لأنه يعني بالمعنى التجاري هو ارتباط هو استثمار هو شركة عم نبنية مع بعض عندها قصص كتير أساسية ودعائم لازم تكون عم جد موجودة وحقيقية مش عم نضحك عم نضحك على حالنا من جوة بس كنا نكون عم نمشي الحال لأنه خلص لحقنا وتورطنا بهالعلاقة ما رح حلق افسخة للعلاقة لأنه أنا بعدني عم بحس بيخوف أو بيتردد كل ما نكون صادقين كل ما أحسن بدأ نقول أنا جاهز أو أنا جاهزة I am ready my mind is clear يعني عقلي واضح عم بيقشع بوضوح عم بيقشع بطريقة شفافة my heart is open يعني قلبي مفتوح أنه يستقبل الشريك أو الشريكة I am ready to welcome the right companion أو the present companion for me يعني أنا جاهز أو جاهزة كون عم باستقبل الشريك أو الشريك المناسب والموجود والمتفاني بمعنى loyal اللي عنده وفا لا إليه ما تكونوا رادي بس نتيجة يأس أو نتيجة خوف أو نتيجة تردد كونوا الطاقة اللي أنتو بتكونيها بتكون حب بتكون تكونوا حب بتكون صدق بتكون تكونوا صدقين مع حالكم بتكون وثاق بتكونوا وفيين أنتو لحالكم be the energy which to attract حتى بموضوع العلاقات ولا مرة تفكروا أنه عم نبش على النص التاني هيدا اللي كلنا عطول بنسمعه واربينا عليها أنه النص التاني ما فيش اسمه النص التاني إذا هو نص أو هي نص يعني نحنا نقصين نحنا we are whole نحنا كاملين whole يعني w-h-o-l-e كاملين من جوا ومنشتغل على حالنا أنه نصير كاملين أكتر ونطور حالنا ونحنا عم ننبش أو عم نص عن التقب الشخص اللي هو كمان مكتمل أو مكتملة ومنمشي حد بعض منمسك إيدان بعض ومنمشي حد بعض بس مش في حدا عنده شي ناقص وبيجي التاني بيكمله ما بتصبط بهذه الطريقة إذا عم نحكي قطاقة شو اختيار عباراتنا وطريقة التفكير طبعولنا هاي شغلة كتير مهمة ولا مرة ننطر أنه لحد ما أعمل healing مية بالمية ساعتها بتعرف على هيدا الشخص أو بقول لحالي أنا هلأ جاهزة بس لطم نكون أنه نحنا منظلنا عم نعمل healing كل حياتنا ما بيخلاص الhealing يعني كل فترة خاصة إذا قطعين بجروحات وهلأ عم بلش نعمل الawakening هلأ عم نوعه هلأ مننتبه على المشاعر القديم اللي جوتنا على الصدمات اللي قطعنا فيها على المخاوف اللي قطعنا فيها كل يوم شوية شوية بدأ نشتغل على حال وكلما نصحح شي في شي تانا بيرجع بيطلع على الواجهة أو على السور فسنا نكون عم نصححه بس على القليلة نكون شغلين الاشياء الأساسية اللي كلها ذكرتها من أول الحلقة لا هلأ هولا نكون عم نشتغل عليهم بس ننطر لو يخلص كل شيء يكتمل ونحس أنه أنا هلأ جاهز مية بالمية ومية بالمية بمعنى أنه خلص سكرت كل شيء على الآخر وهلأ فينا يكون عم بتستقبل الشخص أو الشريك أو الشريكة ما رح تصبط بهذه الطريقة في محل رح يضل الشخص التاني على قد ما يكون هو المثال اللي قلنا أو هو الشريك اللي عن جد الكامل والمكتمل في محل رح نضلنا عم نعمل مرر لبعضنا رح نضلنا عم نساعد بعضنا نشفى بكتير إشياء ومثل ما قالت حتى أنا بعلاقتي أو بزواجي فيه أوقات فينا نختلف على إشياء أو فيكون هيك خناقات صغيرة بيناتنا أو سوق تفاهم أو اختلاف بالرأي بس يكون عم بيستفز شي فينا معناته في شي من طفولتنا مش مصحح في شي بعض من ماضينا منه مصحح عند الرجل أو عند المرأة فهون بيكون بالعكس هيدا شي حلو إيجابة بس نقبل نطلع عليه بهذه الطريقة ونشوف هو شو عم بيعكس لي وأنا شو عم بيعكس له هيدا دليل نضج بس نصير عم نكب على بعضنا أنت حقق ليك وأنت حقق ليك وأنت بتحكي هيك وأنت بتحكي هيك هم نكون عم بيتساعد المشكل بعد بشكل منه ناضج رح نضلنا عطول بعلاقاتنا وبزواجاتنا مش معناتها إنه الزواج رح يكون فيه مشاكل لا مش هاي قصدي بس ما بيخلل الأمر أنه يصير فيه سوء تفاهم أو اختلاف بالقراء بدنا نطلع شو بياند شو عم بيجلب إلنا هالاختلاف بالقراء أو هالتريجر اللي كتير استفدنا من جوه وهيدا بيخلي عن جد بعد ما نقطع للمرحلة إنه منحس إنه زواجنا صار متين أكتر علاقتنا صار تناضج أكتر لأنه عم نكبر مع بعض لا صمح الله صار فيه أي نوع من تجريح بين أي اتنين أو أزية نفسية أو جتادية وأهم شغلة حابة إنه فيها إنه نصدق من جوه ونقبل إنه نحنا منستحق منستحق إنه نكون بعلاقة ناشحة منستحق إن نكون بعلاقة فيها تفاهم وفيها حب وفيها ثقة وناشحة وعم بتودى لمحل كتير حلو إذا عم نشك بحالنا رح نضلنا عايشين بيداوت كل حياتنا لو كنا بعلاقة لأنه حنصير خايفين كل الوقت رح يتركني رح تتركني رح يتركني رح يتتركني هاي دي بتكون ناتجة عن أو عن عدم أمان جاية من الطفولة مع الأب أو مع الأم أو البي كان عم بيترك الأم أو الأم كانت عم بتخون الأب بدنا نرجع للطفولة شو صاير كل ما نكون نحنا عملنا كل هول ستابس وبلشنا نرجع نحنا نحب حالنا ونقامن بحالنا ونصدق لوجتاني أو يمكن هلأ حلوي هالفترة لأنه تعارف أو هلأ بداية الزواج وبعدين رح تصير روتين أو بعدين رح تصير ملنا حلوي كل ما نحنا منفكر هيك منخلق هيدا الواقع كل ما منحس ومنقامن ومنصدق مية بالمية إنه نحنا منستحق وهيدا الشي الحلو فيه ضل على طول حلو لو صار فيه أي سوق التفاهم كل ما منكون العلاقة عم نبنية وعم نطورها بطريقة حلوة يعني مثل ما عطول بقول كلماتنا وعباراتنا وافكارنا ونظرتنا للعلاقة كيف نحنا عم نبرمى براسنا بالعقل الواعي واللواعي هي اللي بتخلي العلاقة تكون عم جد عم تتطور بطريقة حلوة إذا أمانتوا بكل هول واشتغلتوا ع كل هيدا الاشياء شوي شوي كونوا أكيدين عن جد رح تكونوا عم تجذبوا لعندكن الشخص اللي بيستهلكم اللي بتستهلوه واللي سوى رح تكونوا عم تبنوا علاقة كتير حلوة أو اللي سوى هلأ فيكن تكونوا عم ترجعوا تعيدوا النظر بالعلاقة وتختاروا إن كنت تكونوا اتنين تكون عم بتصحيح هو لأنه ولا مرة فيكن حدا من مايلي واحدة عم بيصحيح الاتنين بديوا يكونوا عم بيشتغلوا على حالون ويعيدوا النظر بأفكارون وقراءون اللي رجعوا يطلعوا على جروحاتون اللي جاي من الطفولة أو من علاقات سابقة إن شاء لكم عن جد ساعتكم بهيد الحلقة وعطيتكم فكرة أو أفكار أو نصائح عديدة كيف عن جد تجذبوا العلاقة المناسبة والناجحة لقلكون وبتمنى أنه كون كلكم عن جد تقدروا إذا ما كنتوا بعض بعلاقة تجذبوا هيد العلاقة أو إذا كنتوا بعلاقة تضل علاقتكن مبنية على الحب وعم تكبر وتنضج أكتر وأكتر اشتركوا في القناة